بمذاقها الفريد نجح فلاح بصلاح الدين في سبقة أولى من نوعها في العراق بالزراعة نبتة البابايا الاستوائية تفاصيل هذه القصة نتابعها مع محمد الرباعي لأول مرة في البلاد نبتة البابايا الاستوائية تنجح عملية زراعتها في منطقة الإسحاق جنوب صلاح الدين الفاكهة ذات المذاق الفريد جاءت بنتائج لم يتوقعها الفلاح مصطفى بعد أن تأقلمت مع الأجواء المناخية العراقية وأثمرت كميات وفيرة وأوزانا كبيرة فاكهة البابايا هذه الفاكهة فاكهة استوائية تكثر في المناطق التي تكون فيها الحرارة درست الحرارة المعتدلة والرطوبة موجودة فأنا حاولت أزرع هذه الشتلات وزرعت الله الحمد والحمد لله وشكر ونجحت عندي نجحة نجاح راقة جدا مية بالمية فاكهة البابايا التي قد لا يعرفها الكثير تحتوي على فوائد صحية عديدة جخلت من المهتمين بصحتهم يلجأون إليها كعلاج بدلا من المواد الكيميائية وأصبحت تتداول في الأسواق بأسعار مرتفعة تصل إلى ثمانية ألف دينار عراقي للكيلوغرام الواحد نجاح زراعتها وردودها المادية الكبيرة استهوى الفلاح مصطفى ليكون مصدرا للنبتة في المحافظات العراقية يتمكن من زراعة ما يقرب 15 ألف شتلة ويبيعها للفلاحين الذين بدأوا بزراعتها بشكل واسع في مزارعهم زراعت هذه الشتلات ونجحت عندي نجاح فنظرت بأن هذه الشتلة فيها مردود مادي واقتصادي لي كفلاح شخصيا والفلاحين وكذلك للبلد ليه شنسوي كاثرت هذه الشتلات يعني العدد وصل من 10 ألف 15 ألف شتلة هذا مو فقط احتكار ليه لا التوزع لجميع المحافظات يوما بعد آخر تثبت الأراضي العراقية خصوبتها ونجاحها بزراعة مختلف المحاصيل الزراعية والتي أصبحت تشجع الفلاحين لزراعة نباتات استوائية وأجنبية مختلفة لأول مرة في البلاد محمد عادل الربيعي الرابعة صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر